السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصفة الثالث التعليم المستمر طابع يومكم أتمنى أن تكونوا بخير عودا حميدا وحياكم الله من جديد مع بداية هذا الفصل الجديد الفصل الدراسي الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية مع معلماتكم الأستاذ العنود العتيبي بسم الله نبدأ في بداية هذا الفصل لدينا الوحدة الثالثة الدولة السعودية الأولى والثانية درس هذه الوحدة الدرس السابع الدولة السعودية الأولى يليها الدرس الثامن الدولة السعودية الثانية ما الهدف من دراسة هذه الوحدة طلابي وطالباتي سوف أتعلم في هذه الوحدة نشأة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية أيضا جهود أئمة الدولة السعودية الأولى وأئمة الدولة السعودية الثانية كذلك أسباب انتهاء الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية انتبهوا معي جيدا طلابي وطالباتي لهذه المعلومات هي دولة قامت في شبه الجزيرة العربية بعد الاتفاق الذي تم بين الأمير الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب إذن هي دولة قامت في شبه الجزيرة العربية بعد الاتفاق الذي تم بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب والذي ترتب عليه تقوين وحدة سياسية كبيرة على أرض شبه الجزيرة العربية مؤسس هذه الدولة الإمام محمد بن سعود بن ميقرين إذن درسنا اليوم بإذن الله الدولة السعودية الأولى اسم هذه الدولة الدولة السعودية الأولى إذن درسنا لهذا اليوم الدولة السعودية الأولى رقم واحد أهداف درسنا لهذا اليوم يبين الطالب والطالبة جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة الحاكمة آل سعود يذكر تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى يحدد مؤسس الدولة السعودية الأولى يعدد إنجازات مؤسس الدولة السعودية الأولى إذن تدور محاور درسنا كالتالي محاور الدرس جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة الحاكمة آل سعود تاريخ الدولة السعودية الأولى مؤسس الدولة السعودية الأولى إنجازات مؤسس الدولة السعودية الأولى برت هذه الدولة بمراحل مرحلة قبل التأسيس ترجع جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة الحاكمة آل سعود إلى 200 سنة قبل الإسلام متى ذلك؟ عندما هاجرت قبيلة بني حنيفة من الحجاز إلى وسط شبه الجزيرة العربية اليمامة في العارض طلابي وطالباتي وأسست لها دولة قوية اقتصادياً وسياسياً مركزها حجر اليمامة التي هي الرياض اليوم إذن بداية جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة الحاكمة آل سعود ترجع جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة الحاكمة آل سعود إلى 200 سنة قبل الإسلام متى ذلك؟ عندما هاجرت قبيلة بني حنيفة من الحجاز إلى شبه الجزيرة العربية إلى وسط شبه الجزيرة العربية اليمامة في العارض وأسست لها دولة قوية اقتصادياً وسياسياً مركزها حجر اليمامة الرياض اليوم لدينا السؤال طلابي وطالباتي إلى متى ترجع جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة الحاكمة آل سعود؟ أحسنتم؟ ترجع جذور الدولة السعودية والأسرة الحاكمة آل سعود إلى 200 سنة قبل الإسلام عندما هاجرت قبيلة بني حنيفة من الحجاز إلى وسط شبه الجزيرة العربية اليمامة في العارض وأسست لها دولة قوية اقتصادياً وسياسياً مركزها حجر اليمامة الرياض اليوم وإجابتكم صحيحة بارك الله فيكم أيضاً نتابع طلابي وطالباتي أحداث مرحلة ما قبل التأسيس لاحظوا هذه الصورة أمامكم تأملوها جيداً تبين لكم طريق الرحلة من الدرعية شرق شبه الجزيرة العربية إلى الدرعية في وادي حنيفة إذن هذا خط سير الرحلة من الدرعية شرق شبه الجزيرة العربية إلى الدرعية في وادي حنيفة في عام 850 للهجرة أي منتصف القرن التاسع الهجري ابتدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى حيث بدأت البلدات في وسط شبه الجزيرة العربية تنشأ بعد عودة القبائل والسكن إليها إذن في عام 850 للهجرة في منتصف القرن التاسع الهجري ابتدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى حيث بدأت البلدات في وسط شبه الجزيرة العربية تنشأ بعد عودة القبائل والسكان إليها إذن متى بدأت أسيس الدولة السعودية الأولى ممتاز بارك الله فيكم في عام 850 للهجرة أي منتصف القرن التاسع الهجري ما الذي حدث؟ ابتدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى أحسنتم حيث بدأت البلدات في وسط شبه الجزيرة العربية تنشأ بعد عودة القبائل والسكان إليها إجابتكم صحيحة نتابع أحداث مرحلة ما قبل التأسيس أصبح ابن درع حاكما على حجر اليمامة الرياض حاليا إذن من حكم حجر اليمامة طلابي وطالباتي أصبح ابن درع حاكما على حجر اليمامة الرياض حاليا وأراد تقوية حكمه في المنطقة فوجه الدعوة إلى ابن عمه مانع المريدي الذي كان في شرق شبه الجزيرة العربية للعودة إلى وادي حنيفة وأعطاه موضعين هما المليبيد وغصيبة فأنشأ مدينة الدرعية على جوانب وادي حنيفة إذن أصبح ابن درع حاكما على حجر اليمامة الرياض حاليا وأراد تقوية حكمه في المنطقة فوجه دعوة إلى ابن عمه مانع المريدي للعودة الذي كان في شرق شبه الجزيرة العربية للعودة إلى وادي حنيفة وأعطاه موضعين هما المليبيد وغصيبة فأنشأ مدينة الدرعية على جوانب وادي حنيفة لاحظوا معي هذا الشكل يبين لنا الموضعين الذي أعطاه هما ابن درع لابن عمه مانع المريدي غصيبة والمليبيد هنا هذه الصورة لحي الطريب في الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى التي أنشأها مانع المريدي على ضفاف وادي حنيفة ما زلنا في مرحلة ما قبل التأسيس هذا الطريق هو هجرة بني حنيفة من الحجاز إلى نجد لاحظوا معي هذا الطريق مثل هجرة بني حنيفة من الحجاز إلى نجد وهنا قرى حجر الأمامة على ضفاف وادي حنيفة تأسيس الدولة السعودية الأولى طلابي وطالباتي الآن نتعرف على تأسيس الدولة السعودية الأولى طبعا أسس الإمام محمد بن سعود بن محمد بن ميقرن الدولة السعودية الأولى عام 1139 للهجرة وعاصمتها الدرعية إذن من مؤسس الدولة السعودية الأولى؟ أحسنتم الإمام محمد بن سعود بن محمد بن ميقرن هو مؤسس الدولة السعودية الأولى أسسها عام 1139 للهجرة وعاصمتها الدرعية قام بالعديد من الإنجازات من أبرز إنجازاته طلاب وطالبات ما يأتي واحد تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق إذن من أبرز منجازاته تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق أيضا توحيد عدد من البلدات حول الدرعية توحيد عدد من البلدات حول الدرعية نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة وضع أسس الدولة الاقتصادية والأمنية وضع أسس الدولة الاقتصادية والأمنية إذن من أبرز سلك الجهود طلابي وطالباتي تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق أيضا توحيد عدد من البلدات حول الدرعية نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة وضع أسس الدولة الاقتصادية والأمنية فكرنا من أبرز منجازات الإمام محمد بن سعود تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق طلابي وطالباتي القضاء على قطاع الطرق وعلى السرقات التي تكون على الطرق من خلال تحقيق الاستقرار وتأمين هذه الطرق أيضا توحيد عدد من البلدات حول الدرعية من أهمها مثلا الجبالة والعينة وحدها تحت حكم الدولة السعودية الأولى لاحظوا عدد من البلدات حول الدرعية أيضا تأهيد دعوة الإصلاح ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة التي مصادرها القرآن الكريم والسنة النبوية وضع الأسس للدولة السعودية وعاصمتها الدرعية الأسس الاقتصادية والأمنية طلابي وطالباتي هيا بنا نقوم برحلة للكتاب المدرسي لفتح الكتاب المدرسي صفحة 41 للإجابة على نشاط رقم 1 نقرأ النشاط جيدا حتى نتمكن من الإجابة هيا بنا نقرأ طلابي وطالباتي السؤال سويا السؤال يقول أين تقع الدرعية وما أبرز معالمها التاريخية؟ حسنتم؟ تقع الدرعية في الأطراف الشمالية الغربية من الرياض ويتوسط موقع الدرعية الجزيرة العربية مما جعلها نقطة مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية من أبرز معالمها التاريخية حيط ريف الذي توجد فيه أثار تاريخية مهمة منها قصر سلوى إجابة صحيحة بارك الله فيكم نغلق الكتاب المدرسي وعوده من جديد لدرسنا طلابي وطالباتي عددوا عددي أبرز جهود الإمام محمد بن سعود أحسنتم؟ إذن أبرز جهود الإمام محمد بن سعود تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق أيضا ممتاز توحيد عدد من البلدات حول الدرعية أيضا نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة كذلك وضع أسس الدولة الاقتصادية والأمنية إجابة صحيحة بارك الله فيكم إذن أبرز جهود الإمام محمد بن سعود تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق توحيد عدد من البلدات حول الدرعية نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة وضع أسس الدولة الاقتصادية والأمنية إلى متى ترجع جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة الحاكمة آل سعود ممتاز بارك الله فيكم ترجع جذور الدولة السعودية الأولى والأسرة المالكة آل سعود إلى 200 سنة قبل الإسلام عندما هاجرت قبيلة حنيفة من الحجاز إلى وسط شبه الجزيرة العربية اليمامة في العارض وأسست لها دولة قوية اقتصادياً وسياسياً مركزها حجر اليمامة الرياض اليوم إجابة صحيحة يا ترى متى بدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى ممتاز أحسنتم في عام 850 أي منتصف القرن التاسع الهجري ابتدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى حيث بدأت البلدات في وسط شبه الجزيرة العربية تنشأ بعد عودة القبائل والسكان إليها إجابة صحيحة مؤسس الدولة السعودية الأولى هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن ميقرين أسس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية كان له العديد من الجهود والإنجازات عدد وعددي أبرز الجهود التي قام بها مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود أحسنتم واحد تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق إجابة صحيحة اثنين توحيد عدد من البلدات حول الدرعية ممتاز كذلك نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة وضع الأسس الدولة الاقتصادية والأمنية طارك الله فيكم إذن أبرز جهود الإمام محمد بن سعود تحقيق الاستقرار وتأمين الطرق توحيد عدد من البلدات حول الدرعية نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة وضع أسس الدولة الاقتصادية والأمنية اليوم بإذن الله في درسنا لهذا اليوم تعرفنا على مرحلة ما قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى وتعرفنا على مؤسس الدولة السعودية الأولى وكيف بدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى عاصمة الدولة السعودية الأولى وهي الدرعية وأبرز إنجازات مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود لدينا واجب على درسنا لهذا اليوم أسئلة الواجب من الذي أسس الدولة السعودية الأولى وما هي عاصمتها السؤال الثاني عدد وعددي أبرز جهود الإمام محمد بن سعود إذا منختم درسنا لهذا اليوم بهذا الواجب السؤال الأول من الذي أسس الدولة السعودية الأولى وما هي عاصمتها السؤال الثاني عدد وعددي أبرز جهود الإمام محمد بن سعود طلابي وطالباتي شكرا لكم حسن استماعكم في ختام درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله إلى لقاء جديد في درس آخر بإذن الله